طيب اهلا بكم في فيديو جديد من وقت الالتاني كده بلاقي في فيديوهات على اليوتيوب بتتكلم على افضل او افضل جيمز سواء بقى بكاتجري معين يعني ممكن تلاقي في فيديو بيتكلم على افضل خمس اتعدل بهم الصور او او اي ان كان الكاتجري ايه وفي ناس بتقسمها تمان بالتواريخ يعني كل اسبوع كده او كل شهر بتنزل افضل 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 الشهر دوت وفين بعد كده بيحصل لها عملية كاتجري كده او ان هي بتجمع كل الحاجات ديت وتخليها للسنة فحبنا نعمل حاجة شبه القصة ديت هتبقى لها بلاي لست خاصة على القناة يعني هننزل حسب التفاعل يعني لو لقيت ان فيه تفاعل كبير على الفيديوهات ديت هبتدي اهتم بيها وهنتكلم برضو اه في نفس الكونسبت يعني هنزل افضل خمس افضل في الاسبوع او في الشهر وممكن كمان نقسمها كاتجري وممكن نتكلم عن افضل افضل واحد وانا شايف ان ديت هتبقى افضل ان احنا ناخد افضل افضل في الاسبوع مثلا ونبتدي نشرح الابليكيشن دوت عشان يو اوصل للناس كلها بدل ما اقول خمسة ستة ابليكيشن والناس متقدرش تستخدمهم كويس او ما تعرفش ايه المزايا اللي بيقدمها كل اه تطبيق بس فالنهاردة بدون راغي كتير يعني هنتكلم على خمسة او اربعة ابليكيشنز اه لقتهم كويسين الفترة اللي فاتت على الاي او اس وكمان ممكن تلاقي الابليكيشن ديت على الاندرويد مش ممكن هو انت هتلاقيها كلها على الاندرويد معادة اول ابليكيشن خلينا بقى نبتدي باول واهم ابليكيشن الحقيقة مش عارف ليه الناس ما بتستخ يعني لما سألت كده كذا حد اتضح ان هو اصلا ما يعرفش عنه حاجة وهو ابليكيشن الريمايندرز بتاع اللي هو الابليكيشن ده الحقيقة الابليكيشن ده وتتعمله او قاعدة تصميم وتضفت عليه فيتشورز كتيرة وبقى ابسط واليوزر اكسبرينس بتاعته بقت افضل جدا مع الاي او اس سرتي الموضوع ده وتفرق جدا الابليكيشن ببساطة او نوعية الابليكيشنز اللي زي الريمايندرز ديت بتخليك تنظم يومك بتخليك تعرف انت هتعمل ايه سواء بكرة او بعده او الشهر الجاي وفي نفس الوقت بعيدا عن تنظيم اليوم بقى بتفكرك بحاجات انت ممكن تنساها بعد شهر سواء بقى اشتراك عايز تدفعه او حاجة معينة بتتعمل بشكل دوري وانت بتنساها فهي ديت اهمية النوعية ديت من الابليكيشن واهم طبعا ابليكيشن في النوعية ديت واسهل واحد وان انت اصلا ما بتنزلوش من على الابسطور انت بتلاقيه برين سطول ده عندك على الموبايل هو الابليكيشن ده مش هتلاقيه على الاندرويد وهقولك البديل بتاعه هو دوت شكل الابليكيشن هتلاقيه عندك باسم روميندرز او بالعربي ممكن تلاقيه اسمه المهام الحقيقة هو بسيط جدا هو بيقولك المهام اللي انت عايز تعملها النهاردة بتكتبها او المهام اللي انت عايز تعملها سكادولد عايز تجادولها يعني عايز تديلها معاد او تحت list يعني انت ببساطة دلوقتي بيبقى عندك حاجة كتير او عايز تعملها فانت ممكن تعمل الحاجات اللي شبه بعض list او category معين بمعنى ايه بمعنى انت الحاجات اللي انت عايز تعملها ليه علا الحاجات اللي انت عايز تبقى ليه علاقة بالشغل بتاعك هتحط لها list الحاجات اللي انت عايز يبقى ليها علاقة آآ بالفلوس بتاعتك هتنظمها ازاي بتحط لها list الاشتراكات اللي انت بتدفعها عليك اشتراكات بتدفعها كل شهر بتعمل لها list وبتبتدي بقى جوا كل list من ديت بتضيف المهام بتاعتك اللي هو اللي هتلاقيها تحت خالص على الشميل ديت بتكتب ال reminder اللي انت عايزتك تتعمله سيه مثلا نسميها task هتلاقي تحت فيه علامة ساعة كده او منبه بتدوس عليها بيقولك انت عايز الكلام ده تعمله today ولا tomorrow ولا this weekend وبتقوله مثلا today وبتقوله done لما بتخلص القصة ديت طبعا بتضيف taskات كتير قوي لما بتخلص القصة ديت بتعلم ان انت عملت ال task دوت او ما عملتش دوت وفي نفس الوقت بعرفك انت ايه الانجازات اللي انت عملتها على مدار الشهر يعني انت الشهر دوت عد عليك ازاي السنة ديت عدت عليك ازاي ما بتحسش كده ان الدنيا ماشي عشوائي انت على اقل بتنظم حياتك وبتنظم اللي انت ممكن تعمله فيها وفي نفس الوقت بتفكرك يعني انت بتشوف السنة اللي فاتت ديت انت ساعت كتير او بتبقى انت تحس ان السنة ديت انت باقس فيها وما عملتش فيها حاجة فالنوعية دات من ال applications بتعرفك لا انت عملت هنا وهنا وهنا فبتبقى مفيدة يعني احيانا بس ديت الواجهة الرئيسية بتاعته هتلاقي كل الحاجات اللي انت مفروض بتعملها وبيقسمها لك بقى يعني كل ال task دوت طبع ال home دوت طبع ال work دوت طبع الموني الميزة كمان في ال application دوت انه لو معك ايباد هتلاقي نفس التسكات عليه تخلصها منه او تعدل عليها وكمان في integration حلو قوي ما بينه ما بين سيري وما بين المنبه بتاعك فلان هي قبل فكمان هتلاقي ال application دوت حلو قوي على الماكبوك بتاعك او الايماك اي حاجة لاي علاقة بقبل يعني نجي بقى لل application التاني للناس اللي معاها اندرويد ببساطة هي النسخة ال android وهتلاقيه موجودة على ios كمان هي النسخة التانية اللي بتاعت مايكروسوفت من ال reminders اسمه to do ال application طبعا هتفتح ال app store هسيب لك اللينكات كمان في ال description هتمنى يعني ان انا هسيبها هتكتب كلمة to do اهو هو ال application بتاعة مايكروسوفت ده اللي هو اول واحد ده نفس ال concept حتى هتلاقيه نفس الشكل بس مع اسوأ يعني انا بيعجبني لغة التصميم بتاعت قبل ما بتعجبنيش لغة التصميم بتاعة مايكروسوفت بصراحة طيب الحاجة الوحيدة اللي تخليك تستخدم ال application دوت هي دي الصوت اللي بيعمله لما تخلص ال task اللي انت بتعمله الحقيقة ديت اكتر حاجة ممكن تخليك تستخدم ال application غير كده لا نفس ال concept برضو بتاع قبل في list تحت ممكن تكتب الليستات بتاعتك في my day اللي هو اللي هتعمله النهاردة في important في planned الميزة بقى هنا لو انت ما معاكش مك ان انت بتلاقي نفس القصة ديت على اللاب توب ال windows بتاعك او الكمبيوتر ال pc لان هو مايكروسوفت مش قبل والميزة كمان ان انت بتلاقيه android و ios طيب ال application اللي بعد كده الحقيقة المفروض ما كناش نتكلم عنه خالص بس الاسف قبل هي اللي اضطرتنا للقصة ديت و حاجة مزعجة جدا ان انت متقدرش تقسم الشاشة الجزئين مش عارب بصراحة ليه يعني الشاشات كبرت يعني احنا وصلين دلوقتي في leven pro max ان هي كبرت وهتكبر كمان في 12 و شغالها تكبر الى ما شاء الله يعني يعني ممكن بعد كده متقدرش تشيل موبايلك في جيبك بس مفيش تقسيم للشاشة متقدرش تفتح حاجتين مع بعض الحقيقة ال application مش عجبني بس ممكن تحتاجه عشان كده انا اتكلمت عنه ممكن تضطر ان انت تفتح حاجتين جنب بعض ويب سايت يعني هو قاصر على الويب سايت اسمه ويب دو برضو هاسيب لك ال link في description وانت لو كتبت ويب دو هتلاقيه طيب هو دوت ال application ال application لازرق ده بتعمل له uninstall طبعا انا عندي open هو قوم ما بتفتحه بيقسم لك الشاشة نصين بيخليك تكتب ويب سايت على اليمين وويب سايت على الشمال ممكن بقى تفتح على اليمين اليوتيوب او ممكن تفتح اي حاجة انت عايزها يعني براحتك مش اقول لك ممكن تفتح ايه انت بقى لو محتاجه هتستخدمه حسب احتياجك ونفس ال concept بتروح هنا ومسلا بي بي سي ساعات بقى بتكون انت عايز تنقل حاجة من حاجة ساعات بتكون عايز تفتح حاجتين مع بعض حتى انا مش عاجبني the optimization بتاعه مع النوتش يعني هتلاقي ان المحتوى قافل شوية على النوتش بس هتحتاجه يعني هتلاقي كده احتياج مالي عشان كده حبيت اتكلم عنه اليوم اليوم وتمنى بقى ان ال ios 14 الناس اللي امتابعوا القناة هنتكلم عنه اول باول فيه كده تسريبات كبيرة اوى عن ال ios 14 ممكن نعمل عنها فيديو واتمنى ان يكون فيها مالتس كده يعني قابل حطيته في الايباد بس لسه مش موجود على الايفون رغم ان الشاشة كبرت زي مولت طيب الابليكيشن اللي بعد كده هو مهم بصراحة لكل الناس للناس اللي هو يتشتري موبايل جديد او الناس اللي معاه موبايله عايز تعرف معلومات عنه لكل فئات المجتمع يعني عمال وفلاحين وطجار كل الفئات المهم الابليكيشن بيجيبلك معلومات عن موبايلك مع شوية تولز هتنفعك بعد كده اسمه موبايل ماستر مش عايز برضه افتح الاب ستور واكتبه قدامك اسمه موبايل ماستر او موبايل ماستر بقى بالاكسنت الامريكي في عندك قالك اسم الموبايل البروسيسور بتاعه الرمات ال جي بيو النيتورك الباتري ال 75% دات مش الباتري هيلز النسبة يعني اللي بقية من الباتريا بتاعتك السنسورز اللي عندك في بقى عندك خلفية هوم والبيبر فيه لانشر فيه ترافيك ستاتيكس في حاجة اسمه بيقسلك المكان اللي همت قاعد فيه ده وشهلا لأ يعني مش عارف برضه ايه هميته بس هو موجود يعني فيه عدسة بعدسة ديت بيصور لك صورة وبتزوم يعني مالغاش لازمها بصراحة فيه بقى سبيد نت في سبيد تاست تقدر تقسبي سرعة النيت برضه موجودة بس هي الفكرة انه لم يملك كل الحاجات دي في أبليكيشن واحد الأبليكيشن اللي بعده اسمه بيبرز كو بتحسوا كده ان هو اسم شركة الأبليكيشن دوت بتقدر من خلاله تحمل خلفيات الحقيقة انا شايفه ان هو افضل ممكن تحمل منه خلفيات على موبايلاك لشان فيه ناس كتير قوي بتسألني ايه الخلفية اللي انت بتحطها برضه هتكتب على هو ده مثلا الخلفية بتختار بقى يعني انت عندك كمان يعني عندك بقى لو انت بتدار على الارت الابل الابل ديت يقصدوا بها مش عارف التفاح بقى ولا الابل معرفش ايه علاقة الابل بالكسة ديت بس اه لا ديت الخلفية بتاعت الابل حقيقة مميز جدا الابليكيشن دوتو بيحط لك بقى اعلان عشان يكسب يعني هو مش هيسيب لك الدنيا فتحة كده في خلفيات جديدة لسه نزلة بتاعت الايباد لسه نزلة فحلو والميزة كمان ان هو بيعرض لك شكل الخلفية هتبقى عاملة ازاي قبل ما تنزلها يعني مفروض ان هو هنا بيحط لك فوقها الابليكيشن زبقى بتعمل لها داونلود من السهم دوت او بتعمل لها شير عايز تبعطها بقى واتساب او او ماسنجر او واتفور انت عايز تبعطها الميزة ابليكيشن مميز الحقيقى في بقى ابليكيشن اسمه شورت كوتس الحقيقى انا عايز اعمله فيديو ومش عايز اعمله فيديو هو مميز جدا جدا يعني هو في كمية حاجات هتوفر عليك كتير جدا بس مش عايز اعمله عشان الصداع اللي هلاقيه عشان هيكون بالانجليزي فهلاقي بقى كل واحد فتح الفيديو يقول لي انت ليه مش عامله بالعربي يا عمي دا ما ينفعش تعمل بالعربي او ينفع تعمل بالعربي بس مش هيديك نفس الافيشنسي او مش هيديك نفس الكودرة بتاعته وهو بالانجليزي وانا اصلا ما شافهم فيه حاجة بالعربي فمش عارف يعني لو لقيت نفسي كده فوضي الفترة الجاية ممكن اعمل فيديو مخصوص عنه لانه محتاج مش اقل من نص ساعة مثلا او تلت ساعة لان في كمية حاجات ممكن تعملها على موبايلك انت بتكررها بشكل مستمر وبتفضل تعملها بنفسك الابليكيشن ده هوت هيساعدك فيها كتير جدا وهيسهل عليك هو ببساطة يعني بدل ما انت بتعمل عشر خطوات بتكتبهم جوه الابليكيشن وهو بيعملهم اول ما تدوس عليها يعني لو انت بتاخد لينك وبعد ما تفتح اللينك بتعمل داونلود وبعد ما تعمل داونلود بتعمل سيف فبتقول له واحد جيت زا لينك تو داونلود زا فايل ثري سيفت فبقاو ما بتدوس على الابليكيشن بيعمل القصة دي مش الابليكيشن نفسه هو خلينا كده نفتحه هو بتقول له نيو شورتكوت وبتكتب بقى الشورتكوت اللي انت عايز تعملها باختصارات يعني انا عايزة بساطة الابليكيشن اكتر هو زي ما قلتلك بيجمع لك كده للحاجات المقررة ومن خلال كليك واحدة بتنزل وبيساعدك كتير الحقيقة وفي شورتكوتس كتير وفي ناس بتعمل لها وبتلاقي شورتكوتس من بره فاحتمال في الفيديوهات اللي جاي نتكلم عنه وفي ناس كتير اكيد عارفة من القناة يعني فبس يعني متهالي كده مفيش فيه بس عشان الفيديو بقى صغير يعني هشوف بقى لو لقيت في تفاعل ولقيت ناس حابة القصة ديات حابة نوع الفيديوهات ديات هنبتدي بقى نعملها بشكل اسبوعي او زي ما قلت نتكلم عن انا شايف ان الريمايندرز دوت ماخدش حقه الريمايندرز دوت عايز له مثلا عشر دايق او ربع ساعة عشان توضح كمية الحاجات اللي انت ممكن تعملها بيه هو الريمايندرز يعني مش هيغيرلك حياتك للاحسن يعني مش هيخليك بعد ما تستطبح محمد زويل بس هيعرفك انت بتعمله في امك يعني حتى بعد اسبوع كده تقوله انا عملت ايه في الاسبوع دوت عشان يتحسن من نفسك يتكمل على هذا الريت كده يعني هو الفكرة انه بيكتب لك يومياتك وبينظمها لك وبيرتبها لك وبيديها الوان حلوة كده وممكن كمان الناس كتير قوي بتستخدمه في الشغل والميزة كمان ان انت ممكن تعمل شير لليست يعني شايف ده ليست بتاعت الهوم ديت ممكن تعمل لها شير مع حد تاني جوه البيت يعني انت لو في البيت مثلا عايش مع اتنين تلاتة تاني ممكن تخليهم جوه الليست بتاعت الهوم عشان لو في حاجات انتو بتعملوهم مع بعض وحد منكم عملها فيعلم ان هي تعملت يعني مثلا ان انت في البيت محتاج تشتري حاجة محتاج تشتري كرسي فانت هتكتب ان احنا محتاجين نشتري كرسي في البيت فبتعمل شير بقى مع الناس اللي عايشة معاك في البيت عيلتك يعني ولو حد اشتري بيعملها كده فخلاص فانت فهمت ان في حد اشتري وهكذا بقى فدية ميزة برضو يعني الحقيقة الابليكيشن ده مش وقت حقه وابل كانت ميدي ياله حقه في المؤتمر بتاعها اللي فات بتاع السنة اللي فات فممكن بقى انا شايف ان الافضل ان احنا بدلا ما نتكلم على ثلاثة اربعة ابليكيشن ناخد واحد بس نبتدي نتكلم عنه وخلينا نسمع رأيكم يعني كل واحد اكتبوا رأيه ايه في الكممينتات وفي النهاية لو الفيديو عجبك متنساش تعمل لايك عايز شوف فيديوات اكتر متنساش تعمل سبسكرايب واكتبلي في الكممينتات ايه رأيك في الكصة دي كلها وايه رأيك في الابليكيشنز يعني اشتركوا في القناة